فاروق الكلام مهم جداً ولكن في الجزء الأخير اتكلم على محاضرة تحكمية تمت من الكابتن إبراهيم نور الدين لفريق النادي الآل وده تم حتى مع بيرامدز وسيراميكا وأيضاً فريق الزملك ولكن في ملف التحكيم وانتو عارفين دايماً التريند كان دايماً مركز أو في ملف ده نتيجة المشاكل التحكمية اللي بتحصل كتير واحنا هنكمل في نفس الملفات وهنضيف لأن التريند الفترة الجاية هيكون في شكل مختلف في توقيت مختلف وهكيد هنقول لكم ده احنا فيه سياق الحلقة ولكن الحكام في أزمة إزاي ما تواقم التحكيم سافرت والناس موجودة لا تعالى هو لما يكون عندك أربع مباريات الطبيعي في اليوم لما يكون فيه مباراتين يبقى عندك كم حكم في كل مباراة ستة وستة إزاي حكم ساحة اتنين مساعدين حكم رابع حكم على الفار وحكم مساعد ايه فار طيب ستة موجودين في مطش الزماني كو بيرامتز عندك بعدها الأهل وسيراميكا الساعة 8 طب الستة دول هنا يبقى هنا الناحية التانية كام؟ خمسة قدنكوا على الصورة هو عدد الحكام وموجودين مع الكابتن محمد فاروق القوام بعمل رئيس اللجنة والكابتن إبراهيم نور الدين المنصق الفني للجنة الحكام فبالتالي ستة وخمسة هو مش موجود يبقى ستة وستة؟ طب السادس اللي هنا مرحش ليه؟ مش موجود ليه؟ طب هيعالجوها ازاي؟ جات لي معلومات غريبة شوية بمعنى والكلام ده من المسؤولين موجودين في الاتحاد أو من المسؤولين موجودين في اللجنة قالك نفكر ازاي عشان نشوف الآزمة دي رغم أن الآزمة دي مفوت تبقى عارفها ومحضر الله من بدري ما انت ستة في مطش الزماني كو بيرامتز المفوت يبقى ستة قاله سيراميكا لكن هم هنا خمسة طب السادس ده هيجي منين؟ قالك إنجز يا جدع خلص مطش الزماني كو بيرامتز في استاد قال نهيان واطلع على طول استاد محمد بن زايد كمل إيه فار؟ هل ده كلام منطقي؟ طب وانت إيه اللي يجبرك على كده يا سيدي؟ ما تطلع بستة وستة يبقى اتنشر واثنشر زي السنة اللي فاتت كان عندك أربع حكام ساحة وكان عندك ست مساعدين واثنين فار بيتغير وبتحطه وبتشيل افرد حكم من الحكام اللي انت عايز هو تديهم في المطش الثاني بسرعة لما يطلع ماليست يركب عربية ويطلع على ملعب التاني عمل غلطة في مطش الزواني كو بيراميز هنتقبل زي وجوده في مطش الاهلي وسيراميكا مش معقولة يعني طب سمعت برضو ان اللجنة بتفكر تستعين بالاتحاد الاماراتي عشان تكمل الحكم السادس في مباراة الاهلي وسيراميكا ده كلام هل ده منطق؟ هل ده تحضير من اتحاد الكرة ومن لجنة الحكام؟ سبكم من الزيارات اللي بتحصل للأندية عشان قواعد التحكيم المفوض تحصل من محاضر دولي بس نفترض نعديها مش مشكلة ولكن لما تطلع حكام تطلع العرد المناسب مش هنوفر في حكم ما فيه ليلة كبيرة مش عايز اتكلم يعني هل معقولة اربع حكام ساحة ومطلع خمس مرائبين من لجنة المسابقات ليه الخمسة دولة هيعملوا ايه؟ ما هو كل مطش ممكن يرقبه واحد ده انت ممكن تخلي مرائب في استاد محمد بن زيد وتخلي مرائب واحد في استاد الناهيان وتوفر عرد المرائبين للحكام مع العنصر المهم في اللعبة زي الفريق زي الحارس زي اللاعب زي المدرب زي الجمهور الحكام تقدر تلعب مباراة من غير حكام؟ اه والله ممكن يحصل في مطش الال والسراميكا ازاي؟ مش هيبقى فيه ايه فار جنب الحكام الفار ماقول ايه فار ليه دور غير دور الفار بيشتعل على خطوط التسلل ازمة على فكرة محدش واخد باله منها بس كالعادة احنا في التريند هنلمس كده ببعض التفاصيل عشان الفترة الجاية نستخد بالها من شغلها شوية اشتركوا في القناة